اشتركوا في القناة المختلفة في افريقيا والمانيا وسنستكشف كيف تلعب كل من تكاليف العمالة والطلب في السوق والمتطلبات التنظيمية دورا في تحديد سعر سيارة اوبل في الاسواق الافريقية وسنوضح لك كيف يمكن لقرارات اوبل الاستراتيجية بشأن النماذج التي يتم انتاجها وكيفية تسويقها ان تؤثر على اسعار السيارات في جميع انحاء العالم لذا اربط حزام الامان وانضم الينا في رحلة رائعة عبر عالم سيارات اوبل وصناعة السيارات العالمية بسم الله في البداية من المهم ملاحظة ان سيارة اوبل يتم تصنعها في المانيا حيث تكاليف العمالة وتكاليف الانتاج مرتفع نسبيا مقارنة بالعديد من الدول الافريقية ومع ذلك عندما تباه هذه السيارات في الاسواق الافريقية غالبا ما تكون اسعارها اقل من اسعارها في المانيا احد الاسباب هو ان تكاليف العمالة في افريقيا اقل عموما منها في اوروبا مما قد يقلل التكلفة الاجمالية لانتاج سيارة اوبل نمد مثال اقل موظف عند وكيل اوبل في الجزائر سيكون راتبه الشاري حوالي ربعين الف دينار واذا كان هذا الموظف نفسه في اوروبا اقل راتب سيتقاضى هو الف وتلتمائة يورو وهذا الاختلاف في رواتب الموظفين مع ارتفاع بهول لفواتر الطاقة مثل الكاروبا وثمن الاجار تزيد في سعر السيارة النهائي بالاضافة الى ذلك فان بعض الدول الافريقية لديها رسوم استيراد وضرائب اقل على السيارات مقارنة بالدول الاوروبية مما قد يجعل من الارخص لشركة اوبل استيراد وبيع السيارات في هذه الاسواق عامل اخر هو ضروف السوق المختلفة في افريقيا مقارنة باوروبا قد يكون لسوق السيارات في افريقيا انماط طلب ومتطلبات تنظيمية ومستويات منافسة مختلفة مما قد يؤدي الى انخفاض اسعار بعض العلامات التجارية او الطراز بما في ذلك سيارة اوبل اخيرا قد تنتج اوبل طرازات او انواع مختلفة من السيارات المصممة خصيصا للاسواق الافريقية والتي قد يكون لها مواصفات او ميزات اقل مقارنة بموديلات المباعة في اوروبا يمكن ان يؤدي هذا الى انخفاض اسعار هذه النماذج في الاسواق الافريقية مثلا السيارات ذات محركات اورو 6 اغلى بشكل عام من تلك التي تعمل بمحركات اورو 4 والسبب في ذلك هو ان محركات اورو 6 اكثر تقدما ولديها انظمة تحكم في الانبعاثات اكثر تعقيدا والتي يمكن ان تزيد من تكاليف التصنيع واذا مشينا نشوف سعر اوبل كورسا مشهورة في اوروبا والمتوفرة بمحركات اورو 6 اورو 4 يبدأ سعر سيارة اوبل كورسا سنة 2022 بمحرك اورو 6 سعة 1.2 لتر تيربو حوالي 16000 يورو في حين ان نفس السيارة بمحرك اورو 4 سعة 1.4 تيربو قد يكون سعرها الاول حوالي 13000 يورو يعني رانا نتكلمه على فرق تحت 3000 يورو اي ما يعادل 43 مليون سنتين بالدينار الجزائري على الرغم من ان سيارة اوبل قد تكون ارخص في افريقيا منها في المانيا فمن المهم ان تتذكر ان اسعار السيارات يمكن ان تختلف ايضا على نطاق واسع داخل افريقيا اعتمادا على عوامل مثل الضرائب المحلية والرسوم الاستيراد واسعار صرف العمولات في الاخير سؤال موجه للمشاهدين هل سيارات اوبل المباعة في افريقيا هي نفس السيارات المباعة في المانيا ام انها اقل جودة نتمنى جاوبونا في التعليقات واذا عجبك هذا الفيديو بغيت تشوفونا مرة ثانية اشتركوا في القناة والملتقى في الفيديو الجاي ان شاء الله سلام